خلينا نروح لمعسكر المنتخب المفروض هيبدأ امتى باش مرس هيبقى اول الشهر اول الشهر هي اقارى بطولة امتى في اخر فبراير في اخر فبراير اللي هي تصويرات افريقيا اللي هي في السنغال اه اه تمام طيب هيكون في معسكر خارجي للمنتخب ولا لا احنا دلوقتي بحنعمل حاجتين يا اما حقابل البطولة حنصطديب بعض الدول كمبرايات ودية كمبرايات ودية هنا يا اما حيسافر السنغال بدري يلعب مباراة ودية هناك او الاثنين او الاثنين ده مهم جدا هيفرق في الاحتكاك طبعا وخلي المدرب يعرف اكتر اصلا التمرين مش هيعرفه باللعيبة اصلا هو ابو سي هو المدرب عموما مدرب المنتخب مش شغلته ان هو يدرب اللعيب على البسكبول بالظبط هو اخد لعيب جاهز بيختار الاثناشر لعب او الاخمستاشر لعب اللي جاهزين ما بيبقاش عنده كمان مساحة عشان الدوريات البطولات المحلية وهو شغلته ان هو يحفظ اللعيبة طريقة شغله تاكتك بتاعه وطريقة لعبه فهو النهاردة ما يقدرش يقعد يحفظ بس يعني زي ما بتجيبي مثلا كده للطالب بتقعد يتحفظيه بس عايزة بقى تقعد يتسمعيله صحيح وفيه لاعب بيبقى لاعب هايل في التمرين وقت المتشفى تلاقيهوش بالظبط يعني عايزة اقعد يحفظ وي ردد وراكي كل جملة بتقوليه يلا نفس بقى بس تعالى سمعلي بقى الجمل على بعضها انتحن صحيح فهي المباراة الودية زي هي بالظبط كده انت بتسمعي للعب الشغل اللي انت يدي تهوله فعشان كده المباراة الودية دي مهمة جدا جدا في المنتخبات القاومية او صحيح انا دايما بقول ان التمرين غير المباراة الودية غير المباراة الرسمية انت بتشوف اللعب تحت ضغط بقى تصرفه ازاي فده شيء مختلف تماما ده المباراة اللي بجمهور غير اللي مغير جمهور طبعا طبعا يعني مش هقولك ضغطه ده ضغط الجمهور ده ضغط